لفكرة الجندية ومواجهة الإرهاب ومواجهة الأعداء في أم في الإمارات عندها 8 أولاد عندها 8 أولاد 6 في اليمن منهم 6 بيقتلوا في اليمن مع القوات المسلحة الإماراتية وواحد في الصومال ضمن أيضا القوات المسلحة الإماراتية يبقى سبعة فيقوم ييجي للتامن الأسرة التامن يطلب أنه يسافر إلى اليمن علشان يؤدي مهاما عسكرية ويقول أنا مش أقل من زملائي اللي عايزين يعيدوا الشرعية في اليمن ويمنعوا ابتلاع إيران لليمن وتنفيذ مخططات التقصية فولي عهد أبو ظبيل سمو الشيخ محمد بن زايد زار الأم شوف الأم اللي تحمست ليه بقى القوات المسلحة الإماراتية رفضت إنه الإبن يساف ده الإبن الوحيد اللي موجود مع الأم وقال له وقال له خليك علشان تعول الأم لأن أنت الوحيد الأم قالت لا أنا ابني طالما أنه عايز يسافر ويقاتل يسافر فبقى عندها حيبقى عندها سبعة في اليمن وعندها واحد في الصومان فشوفوا قضية الاعتزاز بالجندية وإحنا بنتنقل فيها ما بين مصر والإمارات الدولة التي تساندنا أيضا في مواجهة الإرهاب فذهب الشيخ محمد بن زايد هو راح للأسرة علشان يقدر هذا الموقف لها كان ممكن إنه الأم تقول ده أنا عندي أولادي كلهم اللي في اليمن واللي في الصومال ما تسبولي الإبن الوحيد ده اللي باقي لكنها صممت كمان إنه طالما إن ابنها عاوز يسافر للقتال مع زملائه وبالتالي هنا تقديرا لهذا الموقف اللي سموه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الأبو ظبي على الفور قام بزيارتها كمان